مواجهات مستمرة بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي وصالح في جبهتي حمك ومريس بمحافظة الضالع وهو تعويض على فكر الميليشيا بمحاولة التسلل إلى مواقع المقاومة لتحقيق أهدافها كان آخر هذه المحاولات التسلل إلى جبل حمك الواقع بين محافظتي الضالع وإب فدارت اجتباكات عنيفة سقط على إثرها قتلى وجرحة نتيجة تصدي المقاومة لهجوم شنته الميليشيا شعادتها عندما تفشل الميليشيا في تحقيق أي تقدم تعوض إخفاقاتها إلى زرع العبوات الناسفة على مداخل الطرق فيكون أغلب ضحاياها من المدنيين ونوجه رسالة لأصحاب هذه الأعمال القذرة لأصحاب هذه الأعمال الإجرامية أو لكل من تسول له نفسه أنه يدعم أو يساند أو يقف خلف ومع هذه العصابة الإجرامية ومع هذه الأعمال الإجرامية القذرة أن أعمالهم هذه لم تثنين وأن أعمالهم هذه مكشوفة ومفضوحة وسنقوم باتخاذ اللازم بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الدماء وهذه الآثار تبقى شاهدة على جرائمهم التي أودت بحياة أربعة من أفراد الجيش والمقاومة وجرح العديد من المدنيين في انفجار عبوة الناسفة زرعت في إحدى شوارع مدينة الجبارة شمال الضالع هذه جزء من تلك التضحيات وهو رافد إلى شهداء قدمتها مريس والضالع على مدى 18 شهر من الحرب هؤلاء سيظلون تيجان على جبين كل الشرفاء في هذه المنطقة هؤلاء لن ننساهم ولن ينساهم التاريخ محمد المريسي قناة بلقيس الضالع